ما انت كمان يا ابراهيم ما بتحاولش انك تحبها المشروع واخد كل بالك ومش ميدي لك فرصة وده يا ابني غلط البني ادم مش بيعيش عشان شغله وبس لازم كمان تفكر في اهل بيتك ولا عايز تفضل كده لغاية ما تيجي واحدة تلف دماغك وتتجوز على امراتك زي ما حصل لابوك انا عارفة كل البناوي اللي بتحصل دي سبابها العقربة اللي اسمها لولا يا فرح طمه دلوقتي تفرح زي بس يا لولا تلي ايها زعلانة ومتنك كده عشان ابنها مقدرش يحقق اللي هو عايزه انت يظهر عليك ما تعالش فوزية كويس دي نفسها همونا عينها انها تاخد منك انت عشان تغزني وتنرفزني يا لولا يا لولا بطالي سوق الظن ده طب بكرة تعرف ان الكلامي ده مضبوط بس عارف يا محفوظ انا لو عرفت انك دفعت لابنك فروس المشروع ده انا مش هعودك في البيت الله وليه بس نزميته التهديد ده هو انا مجنون ادفع خمسة مليون مرة واحدة ايه يا ابراهيل انت هتفضل قاعد كده طول الليل انا مضايق في حال لا ابدا بس انت عايزني تشوفك كده ومتضايقش انت بقلك اسبوعين على الحال ده طب اعمل ايه يعني يا باهيرا ما فكرشك مستقبلي طب ما تحاول تشن من دماغك المشروع ده واشوف اي شغل تاي ما ينفعش يا باهيرا طب هتعمل ايه يعني هتموت نفسك اقولك سيفك بقى من الشغل ومن التفكير وقوم معي قوم عشان تحاول تنام شوية معلش يا باهيرا سيبيني شوية انا لسه عندي شوية شغل على راحتك تنسل شحار فعمل ايه ثانية كل يوم بحس انه بيبعد عني اكتر ما عرفتش السبب؟ قبل يمكن عشان ابوي مرضيش يساعده في مشروع بتاعه لا يا ثانية هو كده حتى من قبل ما يقعد مع بابا يمكن دي طبيعته ازاي يعني؟ يعني اصلا انا محست كده اول مرة شفته انه هو قاعد ساكد وكلامه قليل مش زي نبيل كان دايما يتكلم كتير حتى وهو متدايق بس انا امراضه لازم يتكلم معايا يحكيلي مشاكله انما اللي انا شايفينه على طول قاعد في البيت لوحده ودايما سرحان بخايف يا ثانية بخايف يكون تجاوزني خصبين عنه ايه الكلام؟ هو بنت؟ ده حتى البنات دلوقتي ما حدش يقدر يجاوزهم غصب عليهم ده ابويا اللي بيحب يمشي كلمته ما اعملش كده معانا ده ما كانش طيق نبيل ورغم كده ما اقدرش يقوله لا اهلا ما جاي واطلبني مش عارف يا ثانية مش عارف بيانا عليكي بتحبيها قوي وينفايت وينفايت اشتركوا في القناة